محمد علي العراقي يقول الأبارة لابن عربي الصوفي ولكن لا بأس بها وهي مشابهة الكثير وكثير ما ورد عن أهل البيت في الملاحم هذا واقع حال بعد أن مال فقهاء الأصول في النجف وإيران إلى طريقة الدين الأمو والعباسي يعني الأخ يبدو عليه أخباري أخباري ودي ناقشنا بهذا يذب اللوم والتهمة ده أول حديث لإمام الصادق على علماء الشيعة المعاصرين علماء المدرسة الأصولية في قومه في النجف وتركوا طريقة أهل البيت في التفقه زين هم من زرع الشيك لدى عوام الشيعة بأصولهم الخمسة الجوفاء التي أخذوها عن المعتزلة والحق أن الدين أصل واحد وهو التسليم لرجل واحد التسليم لعلي بالولاية وإنها لكبيرة ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا يعني الولاية اللي ما معلي الآن ما ممكنة حب اللي ما معلي نعم الولاية دائماً يتولى إنسان موجود إنسان قائد أنت تنتخبه وتتولى وتدافع عنه يصير أنت من أوليائه ويصير من شيعته كلمة شيعة الآن فارغة ما بيا معنى شيعة أهل البيت يعني مو بالكلام مو بالحب مو بالوهم مو بالخيال لو كان الأئمة موجودين واحد يتبعهم يناصرهم يأيدهم يسموه هذا من شيعتهم أما في الناس بالتاريخ يعني مثلاً شنو يكون إحنا شيعة نبي إبراهيم مثلاً نبي إبراهيم إحنا نؤمن به ونحبه ونقدره ونصلي عليه ولكن إحنا منسموه شيعة إبراهيم لأن إحنا إبراهيم مو موجود حالياً بيناتنا فكلمة شيعة وكلمة يعني ولاية هي هذه بحثناها في حلقات أخرى بها معنى يعني مو موجود بعدين أنت ما عندك إمام الآن تقول أنه لازم نتولى إمام يعني حتى هاي الرواية اللي قرناها قبل قليل أنه الذول الإمامية أو شيعة اللي كان يعتقدون بإمامة الباكر إمامة الباكر توفى هم ما يعرفوا منه الإمام بعده وذول كبار شيعة كبار تلاميذة الإمام الباكر والصادق أيضاً فيقولون إحنا كما قرأنا هاي الرواية عن علي من إبراهيم في الكافي موجود الرواية أنه منه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أولاً هذا حديث مو آية قرآنية وهذا الحديث يناقض القرآن ولا حديث نبوياً كلام كلام لأنه ليس يعني راح يصير يعني يعني صار كافر ومنه الإمام أساساً بالإسلام لم لم يعين إماماً الإسلام القرآن الكريم ولا النبي ما عين من الأئمة واحد بعد واحد ولا عين كيف ينتخب الإمام ولا عين شروط الإمام بس العدل أنه يكون لازم عادل هذا الإمام الإمام يعني الحاكم فالجماعة اللي كانوا يؤمنون بالإمام الباكر وتوفى الإمام الباكر ما يعرفون بعدين واحد دل الثاني قالهم تعالوا آمنوا بالإمام الصادق آمنوا به فإذن إذا راح الباكر وراح صادق وراح الكاظم وراح بقية العمة من 1200 سنة بعد وفات هاد العسكري ماكو إمام من أهل البيت حتى أنت تروح توليه أو تلتف حوله فإذن حتى لو اعتقدت أنه هناك شخص موجود افتراضة وجوده أنت بالحقيقة ما موالي هذا الإمام ولا التابع لا هو يقودك ولا أنت تابع إلا ولا أنت موالي إلا فألاقة وهمية ألاقة خيالية مو حقيقية فإذن هذا المذهب اللي الأخباريين يصرون عليه اليوم ويرفضون طبعا التطور السياسي الحاصل عند الشيعة اليوم التطور اللي قامت حكومات مثلا أو الاجتهاد لأن الشيعة الأصوليين من ألف سنة أيام الشيخ المفيد والطوسي الإمامة فيها ركنين التشريع والتنفيذ التشريع في الأمور الحادثة والتنفيذ تطبيق الدين تطبيق العدل قيادة الأمة المرحلة الأخبارية في القادمة الرابع اللي افترضوا فيها أنه وجود ولد الإمام العسكري قاله هو الإمام المهدي طيب هذا ما كان يفتيلهم مسائل حادثة وهم رواه رواه بعدين وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواه حديث نائل سابقين يعني الكتب الموجودة وقال له ما يجى أفتاهم في مسألة حديثة في مسألة حادثة وفي العصر الأخير الشيعة الأصوليون الاثنى عشريون الأصوليون قالوا بولاة الفقيه أو بالحكم الديمقراطي بالشورى يعني فبالتشريع وبالتنفيذ هم تخلوا عن نظرية الإمامة البوقة ما تمسك بيها مثل هذا أخونا محمد علي العراقي هذا ما تمسك بيه أنه لا ما يصير التطور كله مرفوض والأصوليون ذول من حرفين وعلماء الشيعة كله من حرفه وأخذوا بالاجتهاد وأخذوا بالولاة الفقيه مثلاً أو بالحكم المعاصر وهو مصر على انتظار الإمام الثاني عشر طيب وبعدين شي صير بعدين أنت ما عندك إمام عملياً أنت تروح تنام بالبيت تنام بالسرداب حتى يظهر إمامك الذي لا موجود فمع الأسف يعني بعض الأخباريين عندنا بصفحتنا كما واحد من ذلك الأخو الأخباريين دائما يناقشون يجادلون يبحثون بس بالنتيجة من تقول لي أنت الآن شو يسوي منه إمامك منه قاعدك الآن ما عنده يجيب لك أحاديث حول الإمامة وحول القيادة وحول الولاية وأهل البيت طيب وينهم قالوا البيت أهل البيت مو موجودين حتى يقودوا لك وأنت ما يمكن تكون شيعي ولا يمكن تكون توالي وما عندك إمام حقيقي عندك إمام موهوم ولذلك الشيعة الآن حتى المراجع الشيعة الأصوليين الذي يعيب عليهم ليش أخذتوا بمثلا بعض الأشياء من السنة أو من المعتزلة لأنه ضرورة اختفت ذلك والضرورة فرضت على الشيعة أن يقوموا بثورة فكرية ويتخلوا عن نظرية الإمامة المثالية الخيالية الوهمية اللي ما ألا وجود ولا يمكن تطبيقه اليوم فقالوا بنظرية ولاية الفقية أو قالوا بنظرية الحكم الديمقراطي مع الأسف أدنى بعض الأخوان وما منستعدين يفكرون لما يدخلون في جدل دائما معنا يجيب لك أحاديث يجيب لك طيب بالنتيجة لما تطرح علي السؤال أو تقول طيب وين النتيجة يطرح عليك أسئلة شو رأيك بكذا شو رأيك ليش أنه يترك الناس بدون وسيط طيب تركهم ولما تركهم الآن أنت وين إمامك يعني فقط يعرفون يطرحون أسئلة حتى يربكون المجاهد ويجادلون جدالات عقيمة في الحقيقة بمنطق أخباري ما يستخدمون العقل ولا يردون يستخدمون العقل يخافون من استخدام العقل لأن الأخباريين هما ضد العقل وضد استخدام العقل ويقول لك لا أصلاً ما لازم يعني يعني هما يقولون الشيعة الأصوليين أخذوا بعض الأشياء كما الأخ هذا الأخ محمد علي العراقي يقول أخذوا من السنة طيب وانتو المذهب الاثنى عشري هم جاه من السنة أهل البيت ما يعرفون الاثنى عشرية جيبوا لحديث واحد من أئمة أهل البيت يقول احنا الاثنى عشرين أو من الشيعة اللي كان في زمان الأئمة ولا واحد كان يعرف كانت نظرية الإمامة ممتدة اليوم القيامة مو بـ 12 واحد ولا ولا 12 مليون ما نعرف بتتنتي الدنيا هي نظرية سياسية في سلالة علينا والحسين تمتد الإمامة وهاي نظرية وهمية خيالية يعني ومثالية وانقرضت وبعدين جابوا أحاديث من السنة وطبقوها على هذول الأئمة وسووهم وطنعش وما موطنعش وداعش صاروا موطنعش فقالوا ذول الوطنعش فإذن هم يأخذون بعض الأشياء من السنة ويعيبون على بقية الشيعة لش تأخذون أنتم مثلا من المعتزلة أو من السنة تأخذون نظرية الاجتهاد أو مبدأ الاجتهاد مبدأ الاجتهاد ضروري يعني يعني إذا ما نجتهد كيف نسوي كيف نجاوب المسائل الحادثة ما يمكن وأنا في الحقيقة أنتقد علماء الشيعة الحاليين أنهم لا يجتهدون يعني مو أنه العيب أنه يجتهدون لا العيب في أنهم لا يجتهدون في كثيرا من الأمور وخاصة في عقدتهم وهؤلاء الأخباريين اللي هم عايشين على خرافات وعلى أساطير وعلى أوهام وأحاديث مكذوبة والأسكيرهم فدولت بالمؤام العسكري هو ما يعرفه ويبنوا هذا هو الإمام وقعد ننتظره فمذهب ميت المذهب الأخباري مذهب ميت ما بيروح ولا أنت قدر على بس يعيش على بعض الناس يعني يلكونه بألسنتهم ولا يفقهون ماذا يعني نقولك احنا متمسكين بمذبئة البيت شنو هو مذبئة البيت وين مذبئة البيت كيف يمكن نطبق مذبئة البيت كل هذا ما موجود ولا يمكن تطبيقها اشتركوا في القناة